السباح الغير طلابي أحبائي شوانكم إن شاء الله تكونوا بخير قدنا اليوم حينة 7 لسن 5 ساتردي مورني ساتردي مورني يعني صباح السبت read and answer the question using the verbs أقرأ وأجب عن الأسئلة التالية It's Saturday morning The family Mother's Day party is starting at 4 o'clock اليوم السبت the family يعني العائلة بيوم عيد الأم الحفلة راح تدي ساعة بالأربعة starting يعني تبدأ في الساعة أربعة الآن استخدمناها مع four at four الآن استخدم مع four مع الساعة at weekend is busy getting getting things ready دي حضرون أشياء مجغولين كلهم دي حضرون أشياء ما معنى getting things ready دي استعدون لعيد الأم حفلة عيد الأم نقول number one everyone is at home what are they doing الجميع في البيت ماذا يفعلون what are they doing لاحظ هنا what ماذا are they doing ماذا يفعلون get ready يستعدون they are getting ready for the party مستعدون الحفلة لاحظنا get هنا تي كررنا هي لضفنا ing get لأن قبل تي أكو حرف إلا حرف صحيح وتنتهي بحرف إلا واحد كررنا تي لضفنا ing number two mom is in the kitchen what's she doing what's she doing ما هي ما ما هو doing تفعل bake تخبص she is baking bake اثناء إضافة ing إحذفناها baking a cake إنها تجهز إنها تجهز أو إنها تخبص أو تطبخ الكيك number three that is sitting that is in the sitting room خرفة النوم what's he doing ماذا يفعل put up he is putting لاحظة هنا put قبل تي تي قبلها حرف إلا واحد كررنا تي يلا ضفنا ing putting up the decorations يلا زينة ما معنى decorations زينة number four we sum is in the bedroom غرفة النوم what's he doing ماذا يفعل تادي أب يعني تادي أب يعني يرتب he is تادي أب his room تادي يرتب غرفة ما سوى نشي فقد ضفنا ing زين clean clean she is cleaning the sitting room إنها تنظف ورثة الجلوس clean فقد ضفنا ing لأن من تدي إذا clean إذا تبدأي بحرفين إلا clean ليش ما كررنا أو حذفنا لأن clean تبدأي بحرفين إلا فقد نضيف ing sitting لاحظ هنا قبل تي حرف إلا واحد كررنا تي يلا ضفنا ing أمار is at the kitchen table أمار في المطبخ what's he doing ماذا يفعل paint يرسم he is painting a picture إنها ترسم الصورة ما معنى painting يعني يرسم الصورة فقط ضفنا ing work with a parent ask an answer يعني أعمل مع زميلك ما معنى بارنتر زميلك اسأل وأجب number two mom is in the kitchen أمي في البيت what's she doing مثلا نقول she's baking a cake yes I agree نعم وافق هذا حوار بين الزميل السؤال وجواب ask 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 يسأل accession وanswer ask answer يسأل ويجيب بارنتر زميل with مع أعمل مع زميلة نجي هنا لاحظ هنا listen to the pieces of conversation say what each person is talking about اسمع المقطع من المحادثة مع المحادثة المحادثة انظر كل شخص شي يحتي أولا number one this is lovely أمار I like the breads and the flowers I like the birds and the flowers this is lovely يعني إنها شي جميل أمار أحب طيور و flowers birds and flowers would you like another would you like another pieces هل تحب قطعة أخرى this is about mother's day كارت يعني هاي الكارتات يحتي عن كارتات كارتات ما الطيور والورود هل تريد كارت أخرى هنا يقول كيك كيك number one كيك number three this is woolen it will be warm in the winter هذا وشاح إنها وشاح يعني إنها وشاح نها حار في الشتاء شنو هذا شي سكارف سكارف زي that is take a long time to blow up all these شنو هذا شي بالون بالون number five grandpa can take a photo today and we can put it in this يعني جدي أخذ الصورة اليوم ويريد أن يضع أو شنو هذا frame يعني إطار إطار this is very nice you know that read is my favorite color red is my favorite color this is a very nice هذا شي جميل know that red is my favorite color يعني الأحمر هو اللوني المفضل red leather back red leather back يعني الحقيبة الحمرة الحقيبة الحمرة red leather back مزيان okay who made this one it's very good من سوا جيد card this is very pretty can you put it on my rest good in her jemile jidden it's able to let me to let me go to the place what do you do you watch 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 كتبنا احنا كيك كتبنا احنا سكارف بالون فريم ريد ليدر باك كاوت احنا وورك وز برنر ان سي وط يوثين يعني اعمل مع زميلك وقل احنا ل احنا لانقار 4 سعيد احنا كتبون احنا كات نقم احنا عادي احنا كتبينو احنا كنت احنا احنا كتبينو احنا هاي بنسبة لسن 7 لسن 5 7 لسن 5 نحن نشي على لسن 5 اذن هنا which is the pictures with the sentence correct the sentence يعني وصل match the pictures with the sentence correct the sentences وصل الصورة المناسبة وصحح الجملة match ما معنى match وصل number one what's he doing what's he doing he is getting on the bus he is getting on the bus well he is getting he is getting the bus he is getting the bus he is getting the bus هاي نمبر 5 نمبر 5 نمبر 2 what's the mom doing what's the mom doing he is pushing his daughter he is pushing his daughter يعني انها انها تدفع what's the man doing what is the man doing what is the man doing he is pushing he is push his daughter يعني انه تدفع ما معنى احنا push push يعني تدفع pushing pushing طبنا ing مزعي احلاحظ احنا get get كررنا T لان قبل T اكو حرف الا واحد اوكي push تدفع احنا 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 هنا she is talking she is talking on a smartphone يعني انها تتحدث بالموبايل انها تتحدث بالموبايل طبعا هذا الال يكتب لا يفضل من قل talking talking يعني الال silent smartphone يعني لها تدفع نمبر 4 what's what's she doing ماذا تفعل what's she doing صورة رقم 4 she is looking at a shopping website she is looking at the shopping website يعني انها تنظر الى موقع التسوق website موقع التسوق okay number 5 what is he doing what is he doing he is clicking he is clicking on something with a mouse يعني انها انه يضغط بعض الشيء مع الماوس اللي ما اش اسمه مالت الكمبيوتر number 6 what's the boy doing ماذا يفعل الولد ماذا يفعل الولد well he is putting on a helmet he is putting on a helmet يعني يضع الخودة helmet he is putting il put قبل t t حرف سيقبل حرف على واحد يكرر الحرف الاخ انه يرتدي الخودة helmet 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 يرتدي okay listen and read mother's day mother's day is a day to show love and things to all wonderful moms everywhere by helping at home and by giving presents and flowers عيد الام هو عيد يبين بانه يوم جميل مليان بالمحبة والشكر ويوم رائع لكل امهات العالم اللي احنا نساعد امهاتنا في البيت ونشترينهم بهذا اليوم هدايا وورود زين الشكر زين شو ينبين يعني نبين لأمنا جميع الشكر والاحترام وتقديم المساعدة ونقدم لهم الهدايا وورود mother's day mother's day celebration celebrations go go زين back many thousand of years عيد الام الاحتفالات ترجع إلى عدة آلاب السنة thousand of years يعني آلاب من السنين celebrations celebrations يعني احتفالات celebrations يعني احتفالات ترجع إلى مئات آلاب من السنين the date that countries celebrate this day is different around the world كل التاريخ الاحتفال اللي انه مختلف في بقية العالم بقية العالم في بعض البلدان تاريخ عيد القوم يكون في شهر الخامس اللي هو مي يعني مايس العراق في العراق اما بالنسبة للعراق فيكون ابكر في العذار ما معنى ايرليار ابكر يعني ايرليار ابكر بالنسبة بالنسبة العراق العيد الام يكون في آذار في آذار بعض الناس يضعون هدايا وكارت وكارت وياها لشوفون امهم اجلت هما يقدرون الام يعني انها شطط هنا اهنا عندنا ترينت انها كيفت يعني هدية تقليدية شنية اللي هو دائما مثلا الورود الورود يعتبرها هدية تقليدية هنا ترينت هنا ترينت ترينت يعني هدية تقليدية for mothers today they are still a favorite present as was a true client and many other things اليوم يعتبرون افضل هدية اللي هو chocolate chocolate مع اشياء اخرى many families go out to restaurant بعض الاوائل يطعون الى المطعم to celebrate ليحتفلون so that the moms to do not need to do their cooking بهذا اليوم بعيد المعلم بعيد العفو بعيد الام اكثر الناس يطلعون يحتفلون برا ماما سيليبريت احتفال برا حتى بهذا اليوم المام امهم ما تحتاج تطبخ في البيت restaurant يعني مطعم زين يعني المفضل يعني يعني هدية تقليدية زين يعني اكار يعني احتفالات يعني اعلاف من السنين اعلاف سنين تاريخ سيليبريت يعني يحتفل زين وندرفول يعني رائع زين كوكين طبعا هاي المعاني مكتر نكتبها شو يبين things الشكر اوكي زين هدنا نحن يعني جد اشياء مهمة في عيد الام وقراها لزميلك ثلاث اشياء المهمة في عيد الام شنية احنا جبن لتو بارك او رسطران شرح نصيب بعيد الام ونذهب الى المتنزح او المطأم نحتفل في البيت الام شيء تقليدي نطي الام او الام كل بلد الى التاريخ يختلف عن بلد اخرى في العراق بشهر الآذار بقية الدول احتمال بشهر الخامس بمي 21 آذار عيد الام 21 آذار عيد الام بقية الدول تختلف الاحتقالات ان شاء الله يا ربي الله يخلي امهاتكم وان شاء الله على طول صحة وعافية للجميع ودوم التفوق والنجاح احبال بكم تحياتي للجميع